ارحل يا سيسي كم مرة قالها المصريون في السنوات القليلة الماضية كم خطابا خرج السيسي فيه مخاطبا المصريين بالترغيب تارة وبالتهديد تارة اخرى فرد عليه المصريون في كل مرة قائلين ارحل يا سيسي الرجل اغلق الميادين وكمم الافواه ومنع المصريين من التعبير عن الرأي حاصر الشوارع ونشر قواته في انحاء الجمهورية تحسبا لأي تحرك شعبي لكن المصريون عرفوا نقطة ضعف جديدة للسيسي فكتبوا له على مواقع التواصل الاجتماعي مرة اخرى ارحل يا سيسي جنرال مهزوز متوتر يتابع مواقع التواصل الاجتماعي وتغريدات الغاضبين المطالبين برحيله يخرج حزينا ذات مرة معاتبا في مرة اخرى غاضبا في كل مرة وصعبا علي نفسه يعاني المصريون في عهده غلاء مستمرا في الاسعار وصعوبة في المعيشة ومعاناة في تحصيل لقمة عيش وتوفير حياة كريمة فيخرج السيسي ليحملهم المسؤولية متهما مشاركتهم في ثورة يناير بانها السبب الرئيسي في فشله المستمر ارحل يا سيسي نقص خطر جديد يهدد عرش الجنرال الفاشل يمنح الامل لشعب مقهور طامح في رحيل عسكري في رحيل عسكري اهان مصر وشعبها ولم يعد امامه الا الرحيل ترجمة نانسي قنقر